بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية نستكمل فيها ما كنا قد بدأناه من حديث عن بعض النصوص الأدابية وفي آخر حلقة لنا من حلقات النصوص كنا اتكلمنا عن نص العودة للشاعر إبراهيم ناجي وأخذنا هذا النص على أنه ممثل لمدرسة أبولو هذه المدرسة المتفرعة عن المدرسة الأم أو الأساسية اللي هي المدرسة الرومانسية وكنا أشرنا إلى مجموعة من سمات هذه المدرسة منها الزاتية يعني أن النصوصهم أو تجاربهم في الغالب هي تجارب ذاتية مر بها الشعراء وانفعلوا بها وعبروا عنها في أشعارهم وأيضا ظهور نبرة التشاؤم إلى غير ذلك من السمات التي سوف يعني نعرض إلى بعضها أثناء استكمالنا لهذا النص نص العودة للشاعر إبراهيم ناجي ببساطة جديدة جدا هو أن هذا الشاعر كان قد مر بقصة حب انتهت ومر عليها زمن طويل ولكنه بعد مرور هذا الزمن الطويل عاد مرة أخرى إلى نفس الأماكن وإلى نفس الحدائق أو إلى نفس الأماكن التي كان يلتقي فيها مع محبوبته وكان يظن أن هذه التجربة العاطفية قد انتهت وقد نسيها قلبه ونسيها عقله ولكنه فوجئ بأنها ما تزال موجودة في جانب ما أو جانب من القلب وجانب من العقل بمجرد ما شافت أو ذهبت إلى مواطن الزكريات حتى تفجر حنينه وتفجرت عاطفته مرة أخرى حنكمل إن شاء الله الأبيات لأننا كنا شرحنا أربع أبيات منها قبل ذلك أبيات اللي معنا النهاردة بتقول موطن الحسن ثوى فيه السأم وسرت أنفاسه في جوه وأنا خليل فيه وجثم وجرت أشباحه في بهوه كل شيء من سرور وحزن والليالي من بهيج وشجي وأنا أسمع أقدام الزمن وخطى الوحدة فوق الدرج هذه الأبيات الأربعة بعض معاني الكلمات فيها موطن الحسني المقصود بيت حبيبته أقام استقر ومضادها رحل السأم يعني الملل أناخة أقام واستقر وعكسها رحل وغادر جثم يعني لزم المكان والتسق بالأرض وبرضو عكسها رحل بهوه المكان المتسع والجمع أبهاء أشباحه خيالاته المفزعة ومفردها شبح شاجي يعني حزين ومهموم والعكس فرح ومسرور بهيج معناها فرح مسرور السؤال الذي عندي يقول أن الشاعر يوازن بين حالين شهدهما في بيت المحبوبة وضح ذلك أنما دخل الشاعر إلى بيت محبوبته السابقة أحس بالتغيير منذ اللحظة الأولى هذا البيت كان محل السعادة وموطن الحسن قد تحول إلى موطن للملل والضيق والسعب وقد انتشرت الكآبة في كل مكان وسيطرت على البيت بكل ما فيه ومجرد دخوله إلى هذا البيت أو إلى هذا المكان أحس بالانقباض أحس بأن نفسه تنقبض كأنه دخل إلى مكان مظلم تجمع فيه شوف عوام الانقباض التي تجمعت والتي جعلته يشعر بالانقباض أحس بأن المكان مظلم تجمع فيه الليل وإضافة إلى الليل وإضافة إلى ظلامه انطلقت أشباح الليل مفزوعة تهيم في به هذا البيت فينتج عن ذلك جوا مفزعا مؤلما وبيعود إلى ذكريات تجربته الأولى ويقارن بين هذه الذكريات وما فيها من سعادة وألم والليالي وما تحمله من أفراح اللقاء وأحزان الصد ثم يصيح الشاعر مستنكرا ما فعل وهو يحس إحساسا بارزا بجنايته المنكرة على موطن الذكريات وكأنه قدر لا مفر منه يتحول الشاعر إلى روح شفافة تسمع أقدام الزمن وخطاه حين يقف وحيدا كل هذه المشاعر امتزجت في سمعه ووجدانه ومشاعر مقارنة مقارنة ليست مستغربة على شعراء المدرسة الرومانسية في عمومة وزي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي أنهم كانوا يميلون أو تعلوا في أشعارهم نبرة الحزن ونبرة التشاؤم وهذا ظاهر وواضح هو عندما دخل إلى هذا البيت الذي كان موطن سعادته وكان موطن فرحه حس بانقباط لتغير الأحوال وحس كأن يعني كل ما يثير الفزع في النفس تجمع أمامه مكان مظلم ليل خيالات وأشباح يتوهمها موجودة أمامه تتنقل من مكان إلى مكان تثير أصوات مفزعة وأصوات مؤلمة تجعل النفس تنقبض وتشعر به الخوف بيشير إلى ذلك وبيشعر أنه تحول إلى نفس شفافة تشعر بخطوات الزمن وهي تتحرك وتسير وتتركه يقف وحيدا في مكانه بعض المظاهر الجمالية صور الجمالية بتبقى كثيرا عند هؤلاء الشعراء ثوى فيه السأم استعارة مكنية صور الشاعر السأم وهو شيء معنوي السأم يعني الملل أسألة معنوية شبهه بأنه كائن مادي حي يثوي ويستقر في المكان تنطلق منه الأنفاس وهذا التصوير فيه تشخيص وفيه توضيح ويوحب الانقباض والكآبة والوحشة أنا خليله استعارة مكنية جعل الليل شاعر الليل كائنا حيا كالبعير يقيم ويستقر في المكان وسر الجمال التكسيم والاستعارة هنا توحي بالوحشة والانقباض الليل استعارة تصريحية ليه؟ الاستعارة تصريحية بتختلف عن الاستعارة المكنية فيه أني في الاستعارة التصريحية بحز في المشبه وصرح بي المشبه به فهو لما يقول أنا خليله هو يقصد بالليل هنا الانقباض والكآبة والحزن اللي سيطر على نفسه واستقر في داخلها ولا يستطيع أنه يدفعه من هذا الداخل من داخل نفسه فهنا لما يقولي أنا خليله يعني كأنه عايز يقول الانقباض والكآبة ليل طويل مسيطر على نفسه حزف هنا المشبه اللي هو المعنى الذي يقصده اللي هو الانقباض والكآبة وصرح بي المشبه به اللي هو الليل وطبعا هنا الهدف التوضيح توضيح المعنى والتأكيد عليه يبقى دي الاستعارة التصريحية وبكده بنبقى عشرنا إشارة خفيفة إلى الفرق بين الاستعارة المكنية اللي كنا تكلمنا عنها قبل كده وبين الاستعارة التصريحية جرت أشباحه في بهوي استعارة مكنية جعل الشعر الخيالات المفزعة اللي هي طبعا أشياء معنوية صورها في صورة كائنات مادية تجري وتملأ المكان بالصخب وبالأصوات المفزعة وسر الجمال هنا التكسيم والتوضيح والاستعارة بتوحي بانتشار الانقباض والكآبة في المكان البيت الأخير فيه استعارة مكنية لأنه شبه الزمن وشخص الزمن والوحدة جعل للزمن وجعل للوحدة كأنها أشخاص وجعل للزمن أقدام يسير عليها وجعل للوحدة خطة تتحرك بها فكأنه يسمعها أتلاحظوا هنا كثرة الاستعارات المكنية وكثرة الباس أو تجعل المعني أو صياغة المعنوي في صورة المادية أو الأمور المادية من أجل تقريب هذه المعاني إلى المتلقين ومن حتى يشاركوه هذا الجو النفسي الذي يعيشه بعد كده هننتقل إلى مجموعة من الأسئلة بتدور حول النص نفسي وسؤال النصوص هو سؤال بيبقى فيه عدة نقاط بيبقى فيه بسأل عن المفردات أو اللغويات وبيسأل عن سؤال تاني بيبقى الهدف منه اختبار أو معرفة مدى فهم الطالب للأبيات الشعرية الموجودة أمامه أو للنص في عمومه ثم سؤال عن معاني الجمال أو مظاهر الجمال والمحسنات البديعية ثم سؤال أخير في الغالب بيكون حول النص حول المدرسة التي ينتمي إليها النص سمات هذه المدرسة ومدى ظهور هذه السمات في هذا النص أيضا بيتحدث عن سمات شخصية الشاعر أو الكاتب أو الأديب سمات أسلوب الشاعر أو الكاتب أو الأديب بعض السمات الأسلوبية الظاهرة عند هذا الشاعر أو الكاتب أو الأديب يعني غالبا بيكون السؤال بيدور حول واحدة من هذه الأمور وفي الغالب بتكون هذه الأمور بتأتي عقب شرح النص يعني بعد أن نستوفيه شرحا وكلام عندي أول سؤال بيقول لي علل اكثار الشاعر للمحسنات البديعية هنقول الشاعر استخدم هنا محسنات بديعية كثيرة لما فيها من توضيع للفكرة معسنات البديعية وبذات الطباق هنا استخدم طباق كثير لما فيه من توضيع حتى أنا دايما عند الطباق بقولي يوضح المعنى ويقويه فهنا الطباق بين كلمة حي وموت سرور وحزن بهيج وشجي استخدم الطباق هنا للتأكيد على الفكرة وتوضحها إن ده في قلب التائد للنصح والتمني والحث على الصبر الاستفهام في قوله لما عدنا بيفيد الاستنكار وإظهار الحزن يبقى إذن محسنات البديعية هناك معاني يريد الكاتب أن يؤكدها في نفس المتلقي من وراء الاكثار من هذه المحسنات السؤال اللي بعد كده بيقول لي علل اكثار الشاعر من استخدام الأساليب الخبرية الأسلوب الخبري عادة عنا عندي الأساليب بتنقسم إلى أساليب خبرية وأساليب إنشائية وأشرنا إلى كده إلى ذلك من قبل وقلنا أن الأسلوب الإنشائي بيبقى الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني إلى غير ذلك وبيبقى له معاني معينة بتثيرها أو تثار في النفس عند استخدامها ويهدف الكاتب من وراء استخدامها إلى إليها أما الأسلوب الخبري فهو أسلوب بيهدف الكاتب من ورائه أو من وراء استخدامه أو الشاعر طبعا إلى بيان أن ما يذكره هو حقائق ثابتة مستقرة لا تقبل الشك ولا تحتمل الظن يبقى يكثار الشاعر من استخدام الأساليب الخبرية ليعطي معنى التقرير كأن ما ذكره أمور مسلمة متحققة لا تقبل الشك ولا تقبل الظن السؤال اللي بعد كده بيقول النص يعالج موضوعا من أهم الموضوعات التي شغلت شعراء مدرسة أبول النص هنا بيتناول موضوع من أهم موضوعات شعراء مدرسة أبول ناقش وضح أكد على هذه المعلومة هنقول والله من أهم الموضوعات التي شغلت هؤلاء الناس الحنين إلى موطن الذكريات والعودة إليه في الشوق ولافة هذا المعنى ظهر كثيرا جدا عند شعراء مدرسة أبولو تناولوه بأشكال مختلفة وبصور مختلفة وبتعبيرات مختلفة ولكن المعنى واحد الشوق والحنين إلى موطن الذكريات والرغبة في العودة إليها ما أهم سمات مدرسة أبولو في القصيدة مجموعة من السمات يعني لما ننظر إلى القصيدة هنجد أن هذه السمات ظاهرة عند الشاعر فيها واحد نزعت التجديد لديها من تشخيص وتكسيد وأنا أشرت أنه جاب سعرات مكنية كتير وسعرات تصريحية وما فيها من تكسيد وتشخيص وتوضيح للمعاني وده كان بيظهر كثيرا عند شعراء مدرسة أبولو والحوار الداخلي اللي بيدور بينه وبين نفسه وبين قلبي وبين عاطفته وهكذا فكرة الحوار الداخلي بينه وبين مشاعره فكرة ظاهرة جدا في هذه المدرسة وظاهرة أيضا عند شاعرنا إبراهيم ناجي التنويع في القوافي قلنا أيضا أن من سمات هذه المدرسة تنويع الوزن وتنويع القافية الممكن عند بعض الشعراء منهم تجد أن القصيدة فيها أكثر من بحر شعري أو أكثر من وزن شعري وأكثر من قافية مجموعة أبيات على وزن معين ولها قافية معينة ثم ينتقل إلى وزن آخر ومجموعة أخرى وإلى قافية أخرى والعادة من ذلك دفع الملالة عن النفس وجاذب زهن المتلقي نلاحظ هنا القوافي تتعدد من خلال تقسيم القصيدة إلى مقاطع في كل مقطع جاء بقافية جديدة وحدة الموضوع التي نسميها عندهم الوحدة العضوية الوحدة العضوية يعني فكرة أو سمة من أهم سمات المدرسة الرومانسية في عمومها سواء كان الديوان أو المهاجر أو مدرسة أبولو فكرة الوحدة العضوية الوحدة العضوية يعني وحدة الموضوع أنا بتكلم عن موضوع واحد أو بتكلم عن فكرة واحدة أساسية ورئيسة ثم تأتي بعد ذلك مجموعة من الأفكار الفرعية المسلسلة التي يترتب بعضها على بعض لتؤكد على المعنى الأساسي والمعنى الرئيس الموجود معايا كذلك يعني دي ناحية وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي الجو النفسي المسيطر على الشاعر من بداية القصيدة بيستمر معه حتى نهاية القصيدة هنا مثلا الجو المسيطر على الشاعر من بداية القصيدة هو الحزن والكآبة والشعور بالضيق الشديد مستمر معاه من أول الأبيات إلى نهايتها يبقى وحدة الموضوع كذلك الذاتية من ضمن الأمور يقولنا وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي يبقى دي الوحدة العضوية بعد كده الذاتية قلنا من ضمن السمات المهمة اللي بتظهر فيها هذه المدرسة الذاتية الذاتية يعني القصيدة تجربة ذاتية مر بها الشاعر وخضها الشاعر وده واضح كماما في هذه الأبيات أن القصيدة هي تجربة ذاتية مر بها الشاعر وخضها يبقى ظهرت سمات المدرسة ظهرت وبوضوع سمات مدرسة أبولو في شاعر شاعرنا إبراهيم ناجم النص بعد كده عندي سؤال آخر بيقول لي النص الشعري مزيج من العاطفة والألفاظ والخيال خليط خليط تداخل وحدة بين العاطفة والألفاظ والخيال بيّن إلى أي مدى وفق الشاعر في ذلك نمسكم نقطة نقطة العاطفة واضحة الشاعر يستغرق في تجربته ويعبر عنها بصدق وما يحمله من أشجان وهموم تحس أيضا التصوير البارع لخلاجات النفس وخواطر القلب تستمع معنا إلى الحوار الداخلي الذي يجريه الشاعر وندركه بوضوع في القصيدة ده بالنسبة للعاطفة الألفاظ ملائمة للجو النفسي ملائمة للموضوع دقيقة وموحية ومعبرة بشكل دقيق جدا عن وجدان الشاعر وانفعالاته وعذاباته وهي تحمل الكثير من طاقة الإيحاء ودي صمة ظاهرة من سمات الرومانسية الخيال القصيدة عبارة عن لوحة فنية متناسقة الألوان والظلال الصور الخيالية فيها تشخيص وفيها تكسيم وتحويل المعنويات والرؤى والأحلام والخيالات إلى تكسيد وتشخيص الدمع يجيب السأم أنفاس تسري ليل الوحشة صارت أشباعه في البعو الزمن يشخص وكأنه إنسان نسمع صوت أقدامه الوحدة تتحرك كأنها شخص يصعد فوق درجات السلم وكأننا نسمع صوت خطوات الوحدة وهي تصعد فوق درجات السلم تناسق جميل لوحة رائعة أو زي ما بيسموها صورة كلية رائعة رسمها الشاعر فيها الصوت وفيها اللون وفيها الحركة بنسمع صوت خطوات الزمن وصوت خطوات الوحدة بنشعر بالظلام لما تكلم عن الليل واتكلم عن صوت الخيالات المفزعة يبقى لون وصوت وحركة كل ذلك رسمه الشاعر بعبقرية جعلتنا نشاهد معه شريطا سينمائيا مصورا في صورة كلمات بننتقل بعد كده بعد ما انتهينا من هذا النص إلى نص نثري عنوانه لك أنت يا مصر الولاء والانتماء للدكتور زكي نجيب محمود الدكتور زكي نجيب محمود أديب مصري وهو فيلسوف فيلسوف أديب معاصر تخرج في كلية الأداب تخرج في كلية الأداب جامعة القاهرة وأصدر عددا كبيرا من المؤلفات الفلسفية التي تربط الإيمان بالتفكير وحب الوطن فكرة رئيسية كانت مسيطرة عليه وعبر عنها في عدد كبير من مؤلفاته الربط بين الإيمان والتفكير وحب الوطن توفي عن عمر يقارب الثمانين عاما الجزء الأولاني من النص عندي وطبعا هي الفكرة التي يود الكاتب أن يؤكد عليها من خلال هذا المقال هي فكرة الانتماء إلى الوطن ليقول إن سر الولاء هو أن الفرد الواحد يشعر من عمق وجدانه أنه لا يستطيع العيش وحده فريدا في هذا الكون الفسيح ويريد أن يجد آخر يتحدث معه ليوسع من وجوده فإذا وجد هذا الآخر تمسك به وأخلص له فالولاء يجعل وجودنا أغزر معنا وأوسع نطاقا وأدوم بقاءا ويكون الولاء لله سبحانه وتعالى لأنه مالك يوم الدين ويكون للوطن الذي بغيره ينعدم أهم أركان الهوية في هذه الدنيا إن سر الولاء هو أن الفرد يشعر من عمق وجدانه أنه لا يستطيع العيش وحده فريدا في هذا الكون الفسيح ويريد أن يجد آخر يتحدث معه ليوسع من وجوده فإذا وجد هذا الآخر تمسك به وأخلص له فالولاء يجعل وجودنا أغزر معنا وأوسع نطاقا وأدوم بقاءا ويكون الولاء لله سبحانه وتعالى لأنه مالك يوم الدين ويكون للوطن الذي بغيره ينعدم أهم أركان الهوية في هذه الدنيا هذا الجزء من النص حنأخذ يعني بعض معاني الكلمات أو اللغويات فيه عندي كلمة سر المراد بها هنا خلاصة الشيء أو حقيقته والجمع أسرار كلمة عمق معناها داخل والجمع أعماق الولاء معناها الوفاء والمناصرة وجدانه نفسه وما تتأثر به من لذة وألم أغزر يعني أكثر والمضاد أقل نطاق المقصوب بها هنا أفق الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده ولكنه يحتاج إلى آخر هنا الكاتب يقرر حقيقة من أعمق الحقائق ومن أظهرها أيضا وهي أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده الإنسان كائن اجتماعي يحب أن يعيش في مجتمع وأن يختلط بالآخرين وأن يؤثر فيهم وأن يتأثر بهم وأن يحدث بينه وبينه نوع من تبادل المنافع والاشتراك في هذه الحياة التي نعيشها يبقى الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده في هذا الكون الفسيح ويريد أو يرغف أن يوسع وجوده توسيع الوجود هذا يكون من خلال الاختلاط بالآخرين فإذا وجد هذا الشخص فإنه يتمسك به ويقرص له ومن هنا يكون المدخل الولاء وهنا يبرز عندنا سؤال ما أهمية الولاء في حياة الإنسان ما أهمية الولاء في حياة الإنسان الولاء بيجعل وجودنا أغزر معنا يعني يجعل وجودنا له معنا عميق متسع وأوسع نطاقا يوسع مجال حياتنا وأدوم بقاء يبقى الولاء بيضمن للإنسان إن وجوده يتصف بثلاث صفات أن يكون أغزر معنا وأن يكون أوسع نطاقا وأن يكون أدوم بقاء طيب سؤال بعد كده مترتب على معرفتنا لمعنى الولاء ما أوجب أنواع الولاء الولاء لله سبحانه وتعالى أوجب أنواع الولاء على الإنسان هو الولاء لله سبحانه وتعالى واحد الولاء لله سبحانه وتعالى لأنه خالق هذا الكون ولأنه مالك يوم الدين ثم الولاء للوطن الذي بغيره تنعدم أهم أركان الهوية في هذه الدنيا بدون وطن بتنعدم أهم رقن للهوية في هذه الدنيا وأوجب أنواع الولاء عندي نوعين الولاء الأول الولاء لله خالق الكون مالك يوم الدين الولاء للوطن لأن بغيره ينعدم أهم أركان الهوية في هذه الدنيا بعض مواطن الجمال في القطعة أو الجزء اللي احنا قريناه بيقول لي إن سر الولاء أسلوب مؤكد بإن عمق وجدانه استعارة مكنية طبعا صور الوجدان كأنه بئر لأن العمق يكون للبئر له عمق وسر جمالها التكسيم لأنه هنا صوره بجسم اللي هو البئر يجعل وجودنا أغزر معنى استعارة مكنية صور أو شبه الوجود بأنه شيء له قيمة شيء ثمين وسر جمال برضو شيء مادي طبعا له قيمة وشيء ثمين وسر الجمال التكسيم بيقول يكون للوطني استعارة مكنية الولاء بيكون للوطن استعارة مكنية صور الوطن كأنه إنسان أو كأنه شخص مستحق للولاء والانتماء وسر الجمال هنا التشخيص أركان الهوية استعارة مكنية صور الهوية بأنها بناء بناء لأركان لأساس لأعمدة بيقوم عليها وسر الجمال التكسيم يبقى الملاحظ هنا كثرة الاستعارات المكنية التي استخدمها الكاتب في مقاله وبتهدف الاستعارات المكنية أو كثرتها يهدف إلى تجسيد وتشخيص المعنوي وتقريب صورته إلى الذهن بيقول لي بعد كده ولو حللنا معنى الولاء على حقيقته وجدناه أساسا للأخلاق كلها لأن ما من فعل يؤسس على القواعد الخلقية إلا وهو يتجه نحو غاية أردناها وأخلصنا لها وإذا كنا نتحدث عن الولاء للوطن فإن معناه هو دمج الذات الفردية في ذات أوسع وأشمل ليصبح الفرد جزءا من الأمة أو من الإنسانية جمعا ولكن هذا الدمج إذا صدر عن إيمان وإخلاص وجب على الفرد أن يحميه حتى وإن اقتضى الأمر تضحية بالروح وعلى هذا نقول أيكون الولاء والتضحية بدمائنا وأرواحنا لمصري أم لمصر ويأتي الجواب في صوت قوي مملوء بالحب والفخر والاعتزاز لك أنت الولاء يا مصر مرة أخرى ولو حللنا معنى الولاء على حقيقته وجدناه أساسا للأخلاق كلها لأنه ما من فعل يؤسس على القواعد الخلقية إلا وهو يتجه نحو غاية أردناها وأخلصنا لها وإذا كنا نتحدث عن الولاء للوطن فإن معناه هو دمج ذات الفردية وذات أوسع وأشمل ليصبح الفرد جزءا من الأمة أو من الإنسانية جمعا ولكن هذا الدمج إذا صدر عن إيمان وإخلاص وجب على الفرد أن يحميه حتى وإن اقتضى الأمر تضحية من الروح وعلى هذا نقول أيكون الولاء والتضحية بدمائنا وأرواحنا لمصري أم لمصر ويأتي الجواب في صوت قوي مملوء بالحب والفخر والاعتزاز لك أنت الولاء يا مصر هذا الجزء من النص بيؤكد فيه طبعا الكاتب على المعنى الأساسي والرئيسي الذي يهدف إليه وهو ترسيخ وتعميق معنى الولاء إلى وطننا مصر بعض معاني الكلمات هنا الكلمة ومعناها يؤسس معناها يبني دمج خلط وامتزاج الذات يعني النفس والجمع ذوات اقتضى تطلب تضحية المقصوب بها بذل النفس والإخلاص المقصوب به هنا الصفاء والنقاء سؤال بيقول لي علل الولاء أساس للأخلاق كلها ليه الولاء أساس لكل الأخلاق الجيدة الطيبة حين الإجابة لأن كل فعل يؤسسون على القواعد الخلقية يتجه نحو غاية أردناها وأخلصنا لها كل فعل لابد أن يكون له قاعدة خلقية ينطلق منها ويتجه نحو غاية سامية نريدها ونخلص من أجل تحقيقها من أجل ذلك كان الولاء هو أساس الأخلاق كلها ما المقصود بالولاء للوطن؟ سؤال آخر يطرح نفسه على هذه الفقرة التي قرأناها ما المقصود بالولاء للوطن؟ الولاء للوطن هو دمج للذات الفردية في ذات أوسع وأشمل هي ذات الوطن بخرج من إطار الفردية وبخرج من إطار الذاتية إلى ذات أكبر وذات أوسع وذات أعم هي ذات الوطن هذا الوطن ينبغي علينا أن نحميه وأن ندافع عنه وأن نضحي من أجله بأرواحنا وأنفسنا هذا الدمج بين ذواتنا الفردية وبين ذات الوطن يجعل الإنسان جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ينتج عنه أن يصبح جزء من الإنسانية جمعا يبقى الولاء للوطن تاني هو الخروج من إطار الذاتية إلى ذات أوسع هي ذات الوطن هذا الوطن له علينا حقوق هي أن نعمل على تقدمه ونعمل على رقيه ونعمل على أنه يحتل لمكانت اللائقة بين الأمم أن نضحي في سبيله بأرواحنا وبأنفسنا وبكل ما نملك بتكون النتيجة لهذا الدمج بين ذواتنا وبين ذات الوطن أن نحن بنصبح جزء لا يتجزأ من هذا الوطن اللي بينتج عنه أن نحن بنصبح جزء من الإنسانية جمعا سؤال آخر بيقول لي الولاء للوطن يحتاج إلى إيمان صادق به واضح ذلك لأن الإيمان أو الولاء يحتاج أو يجعل صاحبه مندمج مع وطنه ومع الإنسانية اتفقنا على كده وشرحناه يعني هي خطوة بتسلم كل خطوة إلى أختها أو إلى التي تليها اندماج في الوطن ذاتي تصبح جزء من ذات الوطن أقوم بما علي من واجبات تجاه هذا الوطن بينتج عن ذلك اندماج في الإنسانية ككل وده بيستوجب علينا في النهاية طبعا زي ما قلنا التضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن وفي سبيل تقدم هذا الوطن العزيز على نفوسنا ولا قريب من قلوبنا سؤال آخر بيقول بما نجيب إذا خيرنا أن يكون ولاؤنا وإخلاصنا لمصري أم لمصر الكاتب طرح هذا السؤال في النص وأجاب عليه فقال يكون جوابنا ونقول معه طبعا يكون جوابنا بكل فخر واعتزاز إن ولا أنا لك أنت يا مصر الكاتب يقول إن جوابنا بكل فخر وبكل اعتزاز وبكل إخلاص وبكل حب لهذا الوطن إن ولا أنا لك أنت يا مصر بعض مظاهر الجمال في النص بيقول الكاتب ولو حللنا معنى الولاء استعارات مكنية متتالية وأشارت أن يعني من أهم أسباب استخدام الاستعارة المكنية والإكثار منها هو تحويل المعاني المعنوية إلى معاني مادية من أجل تقربها إلى أذهان المتلقين فهو كاتب يقول لي ولو حللنا معنى الولاء هنقول له والله هنا استعارة مكنية لأنه صور الولاء كأنه شيء مادي قابل أنه يحلل حطه تحت ميكريسكوب أو حطه دخله معمل وأحلله فهنا حوله إلى من معنى معنوي إلى معنى حسي مادي فحوله كأنه شيء مادي قابل للتحليل وسير الجمال التكسيم والتوضيح دمج الذات الفردية برضو استعارة مكنية جعل الذات الفردية كأنه شيء مادي يسهل دمجه ومزجه وسير الجمال التكسيم هذا الدمج إذا صدر عن إيمان وإخلاص وجب على الفرد أن يحميه استعارة مكنية صور الدمج كأنه شيء مادي أو شيء نفيس غالي مستحق للحماية والعناية وسير الجمال التكسيم مجموعة استعارات متوالية يستخدمها الكاتب لك أنت الولاء يا مصر لك أنت الولاء يا مصر الجمال هنا في هذا التعبير ده أسلوب قصر الكاتب قدم الجار والمجرور يعني يعني أنا لو استخدمت الجملة بترتبها الطبيعي أقول الولاء لك لك أنت يا مصر تمام فهو هنا جاب الجار والمجرور هو لك اللام حرف الجار وضمير المتصل الكاف كاف المخاطب وقدمهم وجاء بها في صدر الجملة في بداية الجملة حال ذلك مقصود الكاتب يقصد من ذلك التقديم اللي هو تقديم الجار والمجرور هو أسلوب قصر وأداته طبعا تقديم الجار والمجرور ويفيد التخصيص والتوكيد يعني الولاء والانتماء منصب إليك ومتوجه إليك أنت يا مصر فقط وليس إلى أحد أو إلى شخص أو إلى شيء غيرك يبقى هنا تقديم الجار والمجرور أفاد التخصيص وأفاد التوكيد وأظهر معنى جميل ما كان له أن يكون لو لا هذا التقديم يا مصر أسلوب إنشائي نوعه نداء وغرضه التعظيم وهنا برضو حابب أشير إشارة هي أي نداء غير العاقل ذالوقات لما يقول يا محمد بنادي على محمد عاقل بيسمع بيستمع النداء ويرد عليه أي نداء لغير العاقل بنقول على طول أنه يبقى فيه استعارة مكنية فهو لما قال يا مصر استعارة مكنية صور مصر كأنها إنسان بيسمع النداء ويستجيب له ويرد عليه وسر الجمال التشقيص يبقى أنا عندي حكتين في التعبير ده يا مصر عندي أسلوب إنشائي اللي هو في النداء يا مصر أسلوب إنشائي نوعه نداء وغرضه طبعا التعظيم وعندي صورة بلاغية أو لون بياني هنا اللي هو الاستعارة المكنية صور مصر كأنها إنسان وسر الجمال التشقيص لأنه ما من فعل ورد أكثر من مرة أسلوب توكيد وأداته إن أسلوب التوكيد هنا أداته إن لأنه ما من فعل سبق سبق واتفقنا وقلنا إن بعد دراستنا لأي نص من النصوص هناك مجموعة من الأسئلة وده وده أشرنا إليها واتكلمنا عليها في نص العودة وفي كل النصوص هناك مجموعة من الأسئلة بتدور حول النص ذاته وحول شخصية الكاتب وحول المدرسة التي ينتمي إليها الكاتب أنا ممكن أسأل سؤال كده يارد إلى ذين الآن ما المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها كاتب هذا النص يعني زي ما عندي مدارس أدبية في الشاعر وأسمناها الإحياء والبعث وقلنا المدرسة الرومانسية بتفريعتها والمدرسة الواقعية الجديدة وكده عندي أيضا في النثر مدارس أدبية زي عندي مدرسة المحافظين وكنا درسنا لها مثال أو نص في بداية العام اللي هو نص المنفلوطي أستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي اللي بيتكلم فيه عن احترام المرأة وعندي مدرسة أخرى وقلنا ساعتها أن من أظهر وروادها وكتبها المنفلوطي وشقع بعزي البشري وغير ذلك من هؤلاء الكتاب عندي برضو مدرسة مدرسة المجددين ودول المجموعة من الأدباء اللي كان ليهم اتصال وثيق شرطه مهم قوي كان ليهم اتصال وثيق بالثقافة العربية القديمة ومعرفة أصيلة بها وكان عندهم معرفة واتصال بالأدب الأجنبي سواء الفرنسي أو الإنجليزي لأنه معظم إما سافر إلى أوروبا للدراسة أو كان يعرف هذه اللغات ويقرأ هذه الأداب في لغاتها ده أثر فيهم فظهر عندي مدرسة المجددين اللي بتميل إلى الاسترسال وطرح الأفكار والبعد عن المحسنات البدايعية المتكلفة وغير ذلك من السمات التي ذكرناها في موضعها وقلنا أن من أبرز كتبها كان أستاذ العقاد دكتور طه حسين دكتور أحمد أمين وكاتبنا هنا الدكتور ذاكي نجيب محمود فالكاتب ينتمي إلى مدرسة المجددين في النث ما سمات شخصية الكاتب السؤال عندي هنا وطني وطني مخلص صادق في حبه لوطني معاني ظاهرة جدا ووضحة جدا لما أقرأ النص راجل بيحب وطن جدا ويريد أن يغرس هذا الشعور في نفوس المتلقين اللي بيسمعوا هذا الكلام أو يقرؤونه وهو مخلص في هذا الحب وهو صادق في هذا الحب ثلاث صفات يعني تجعلنا نصفه بأنه شخص وطني أي شخص مننا لا بد أن تكتمع فيه هذه الصفات الثلاثة حب الوطن الإخلاص أو الصدق في هذا الحب للوطن الوطن الإخلاص في حبنا للوطن صفات ثلاثة لمحناها موجودة في شخصية الكاتب وأيضا ينبغي أن تكون موجودة في أعماق نفوسنا جميعا من أبناء مصر سؤال بعد كده ما سماته أسلوب الكاتب طبعا هنا أنا حاب أفرع السؤالين موجودين قدام حضراتكم سمات شخصية وسمات الأسلوب عشان ما نخلطش بين الاتنين لو جالي سؤال سمات الاتنين فيهم سمات أو خصائص إيه الفرق بينهم سمات الشخصية هي سمات موجودة في الشخص يعني أمين صادق زي ما قلنا كده وطني محب لوطنه دي صفات موجودة في شخصياته في عمومها أما سمات الأسلوب هي سمات بخدها أو بلتقطها من خلال النص الذي كتبه أو الشعر الذي قاله أبتدي بقى أتكلم عن الأسلوب أبتدي أتكلم عن الألفاظ أبتدي أتكلم عن الخيال مسج الخيال مثلا أو استخدام الألفاظ موحية يبقى الأسلوب أنا بنطلق إلى النص ذاته وإلى النص نفسه الذي طرحه الشاعر أو طرحه الأديب وابتدي أشوفه فسمات الأسلوب يبقى تاني أأكد وفرق بين سمات الشخصية وسمات الأسلوب سمات الشخصية سمات عامة موجودة في الشخصية الصدق الإخلاص إتقان العمل إلى غير ذلك من الصفات اللي أنا ممكن أوصف بها شخص أما سمات الأسلوب أنا بنطلق إلى النص نفسي سواء كان النص الشهري أو نص أدبي وابتدي بقى أشوف الألفاظ والخيال إلى غير ذلك أسلوب سهل وده واضح جدا إن إحنا لما أرينا النص يعني محتجناش حتى في اللغويات إلى إن إحنا نستخدم لغويات كتير نجيب معاني مفردات كتير نقول كلمة كذا معناها كذا وكلمة كذا معناها هي عدد قليل جدا من الكلمات معين على فهم المعنى وده بيدل على إن الكاتب له أسلوب سهل قريب التأثير الإنسان يقدر يفهمه أو المتلقي يقدر يفهمه بسهولة ألفاظ معبرة استخدم أيضا ألفاظ معبرة عن المعنى وده بيدل على تمكن الكاتب من فكرته الكاتب متمكن جدا من الفكرة المؤمن للفكرة مؤمن بالفكرة فلما جاء ليعبر عنها نجح إنه يختار الألفاظ المناسبة تماما للتعبير عن هذه الفكرة كذلك الصور الجمالية معبرة الصور الجمالية معبرة أنا لفت نظر حضراتكم وأنا أثناء الشرع إنه استخدم محسنات بديعية كتيرة استخدم حفوان استعارات مكنية كتيرة لقلت لحضرتك ساعتها لأنه يريد أن يكسب المعنوي يعني شكل أو صيغة المادي الحسي هو بينقل المعنويات إلى حسيات أو ماديات علشان يستطيع المتلقي يفهمها ويستوعبها يبقى إذن هو استخدم صور جمالية معبرة عن المعنى يبقى إسلوب ساه ألفظ معبرة عن المعاني وصور جمالية أيضا معبرة عن المعاني التي يريد السؤال بعد كده بيقول جاءت معظم أساليب الكاتب في النص خبرية طبعا أشرت قبل كده أنا إلى الفرق بين الإسلوب الخبري والإسلوب الإنشائي وقلت يعني برضو أذكر لأن السؤال بيتكرر تقريبا في كل النصوص من ضمن النقاط اللي بيقفوا قدامها كتير في كل النصوص الإسلوب هل هو إسلوب خبري ولا إسلوب إنشائي جاءت معظم أساليب الكاتب خبرية لإفادة التقرير لأن الكاتب يريد أن يشير إلى أن حديثه هذا وكلامه هذا هو حقائق راسخة ثابتة مستقرة أبنائي وفناتي الطلاب بهذا نكون قد انتهينا من نصي اليوم استكمال نص العودة والحديث عن نص لك أنت الولاء يا مصر معنا بلقاء في حلقة أخرى إن شاء الله من حلقات مادة اللغة العربية شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر